مساء الخير كيفكم؟ أنا وردة محمد واليوم بدي اشرح لكم حياكة غرزة المنزلقة وتوظيف هذه الغرزة وغرزة السهلة بعمل الحلقة مثل ما شايف أمامك اسم الغرزة باللغة الإنجليزية اختصر الاسم بالأحرف التالية رمزها كما ترين أمامك في الباترون على شكل بيضاوي معبأ اما بالنسبة للحلقة فهي عبارة عن تطبيق عملي لغرزة المنزلقة وغرزة السلسلات معا وهذا هو نموذج لشكل الحلقة اذا الان سأتي بالخيط سأصنع العقدة هكذا بهذه الطريقة كما ترين أمامك هكذا ثم سأتي بالسنارة وسأضعها بهذه الطريقة حسنا ثم الان كمثال للشرح سأحيك خمسة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة كما ترين امامك ثم الان سأحيك غرزة المنزلقة انظري معي جيدا كيف سأحيك غرزة المنزلقة سأدخل السنارة مثلا في غرزة الاولى انظري معي جيدا كيف سأدخلها انظري ادخل السنارة هكذا في الغرزة اخذ من هذا الخيط هذا الخيط الطويل المتصر في البكرة اخذ فتلة بهذه الطريقة ثم اسحبها من الغرزة التي دخلت بها هكذا وبعد ذلك سأكمل سحب الغرزة ايضا هكذا سأعيدها في غرزة التالية ادخل السنارة في الغرزة اخذ فتلة هكذا اخرجها منها ثم اكمل اخراج الغرزة او الفتلة من الغرزة التي على السنارة هكذا اعيدها ادخل السنارة في الغرزة اخذ فتلة اخرجها منها هكذا ثم اخرجها ايضا من الغرزة التي على السنارة هكذا سأعيدها ادخل السنارة في الغرزة اخذ الفتلة اخرجها منها ثم أكمل إخراجها من الغرزة التي على السنارة هكذا والآن سأريكم كيف سنصنع الحلقة بسخدام غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة كما ترين أمامك حكت عشرة غرز سلسلة ثم الآن سأحيك غرزة المنزلقة في أول غرزة سلسلة حكتها هنا أدخل السنارة وانظري معي جيدا أدخل السنارة في الغرزة هكذا ثم الخيط المتصر في البكرة سأخذ منه فتلة وانظري جيدا أين أضع هذان الأصبعان أمسك بهم الغرزة أو الغرز الأقرب للسنارة لا أبقى هكذا أمسكها بهذه الطريقة ليسهل علي العمل إذن سأعيد ذلك هذه السلاسة للعشرة أريد أن أصنع غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة حكتها حتى يتكون لدي الحلقة هكذا إذن أدخل السنارة في الغرزة ثم أخذ فتلة هكذا ثم أقرب العمل ببعضه البعض وأكمل إخراج الفتلة هكذا لنعيدها هذه العشرة غرزة سلسلة كما ترين أمامك أريد أعمل حلقة إذن علي أن أدخل السنارة في أول غرزة سلسلة حكتها سأدخل السنارة هكذا بهذه الطريقة ثم سأقربها مع بعضهم البعض هكذا وأخذ الفتلة أخرجها من الغرزة التي دخلت بها وسأخرجها أيضا من الغرزة النشطة التي كانت على السنارة هكذا كونت الحلقة وبهيكا بكون انتهت من شرح طريقة عمل غرزة المنزلقة واستخدام غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة لعمل الحلقة أراكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم مع فيديو جديد وتطبيق عملي للحلقة باستخدام غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة لحياة كتيشال جميل ورائع ودمتم في أمان الله